مساء الخير أصدقائي وهلا سهلا فيكم جديد من قناة قارلي سلسلة تيكنو بوفا هي سلسلة من الأجهزة اللي بتطرحهم شركة تيكنو كل سنة ببطارية كبيرة مع شاشة أيضا ضخمة وأيضا بمعالج جيد أو مقبولة لألعاب للجماعة اللي بدهم جهاز جيمينج بالفعل الاقتصادية فهذا الجهاز تقريبا جامع أفضل أربع شغلات الناس بتحتاجها اللي هي الشاشة الكبيرة البطارية الكبيرة السعر الرخيص وأيضا يكون أداء جيد بالألعاب فله السبب هذا سلسلة بوفا حققت مبيعات جدا عالية خصوصا بجهاز تيكنو بوفا 2 واليوم معنا خليفة التيكنو بوفا 2 اللي هو التيكنو بوفا 3 طبعا من أنتم تعرفوا التيكنو بوفا 2 كان فيه بعض العيوب اللي ناس كانت متضايقة منها واحدة من بيناتهم هو أنه صوت وحيد كان ضعيف من السماعة العلوية هون حلت هاي المشكلة شركة تيكنو مع البوفا 3 وضافت سبيكر تاني لهذا الجهاز من الأسفل فصار الجهاز ستيليو سبيكر وطبعا في بعض التحسينات والميزات رح نحكي عنها من خلال هذا الفيديو وإذا أنت مهتم بجهاز البوفا 3 أو أنت حاب تطور من البوفا 2 للبوفا 3 وحابب تعرف أكثر عن جهاز التيكنو بوفا 3 من ناحية العيوب من ناحية الميزات من ناحية هل يستحق الشراء ولا لا فهذا الفيديو بالتأكيد إلك بس أتمنى منك قبل ما نبلش بهذا الفيديو تعملنا لايك على السريع وخلينا نبلي سوا بالبداية خلينا نحكي عن التصميم وديزاين والشكل هذا الجهاز بيجي بخامات بلاستيكية الإطار بلاستيكي الغطاء الخلفي أيضا من البلاستيك يعني جهاز نفس خامات البوفا 2 لكن مع تحسين وتجميل شوي بالشكل لا أكثر طبعا هذا الجهاز كونه ضخم وحجمه كبير فوزنه جاي 231 غرام وأيضا سماكته 9.4 سماكته تعتبر أقل بشوي من البوفا 2 وطبعا هذا الجهاز متوفر بثلاث ألوان اللون الفضي الموجود معي واللون الأسود واللون الأزرق والمميز والحلو باللون الأزرق أنه فيه أضوية RGB خاصة بهذا اللون فقط يعني اللون الأسود واللون الفضي ما موجودة فيهم هاي الألوان أو الأضوية اللي بتشتغل من الخلف موجودة فقط باللون الأزرق طبعا إذا نظرنا على الجهاز من الأسفل فرح نلاحظ وجود مايك مدخل سماعات 3.5 مدخل شحن تايب سي وسبيكر من الأسفل أيضا من الأعلى رح نلاحظ وجود سبيكر ثاني للستيريو سبيكر طبعا صوته بالستيريو سبيكر جيد لكن معنه كتير مجسم يعني حلو صار أقوى وأفضل من البوفا 2 لكن نقصه شوية تجسيم شوية يعني شغل على موضوع الصوت ونقابة الصوت طبعا هذا الجهاز ما بيدعم مايك العزة ضوضاء من الأعلى فقط مايك وحيد من الأسفل وزان ثانيا نحكي عن الشاشة فهي الشاشة بتجي بحجم ضخم جدا 6.9 من نوع IPS LCD وبدقة Full HD Plus وطبعا هاي الشاشة بتجي بتسعين هاتس كهاتزية شاشة متغيرة فيك حتى تسعين فيك حتى ستين أو حتى فيك حتى تلقائي هي تغير حسب استخدامك للجهاز طبعا هذا الجهاز للأسف ما بيجي عليه أي طبقة حماية نفس المشكلة الموجودة بالبوفا 2 أيضا ما بيجي عليه طبقة حماية فيفضل أول ما تشتري جهاز تركب عليه الوساقة ضد الكسر بالنسبة للنيتس وإضاءات الشاشة فهون شوي ما نهى جدا ممتازة تعتبر متوسطة إلى مقبولة تحت الشمس جيدة ممكن تشوف يعني فيها لكن في شاشات أفضل منها تحت الشمس وإضاءتها أحسن من هاي إضاءة عما بالنسبة للنظام التشغيف فهذه الجهاز بيجي باندورد 12 مع واجهة HiOS Virgin 8.6 الواجهة جيدة سابتة ما فيها أخطاء لكن للأسف واجهات تكنوب تجي بطيئة شوي يعني ما فيها سلاسة مثل بتشوفها بشاومي بأوبو حتى بريلمي يعني بتلاقي فيه سلاسة أكبر بكتير مثل مثلا بجهاز ريلمي 9i من استخدامته أنا كانت سلاسته جدا عالية وكتير حلوة هون السلاسة شوي ضعيفة على رغم من أنه الشاشة 90 هتز ورغم ما أني فعالت 90 هتز بقت الواجهة شوي فيها لاقات وشوي يتبط وأيضا بالنسبة للبصمة البصمة جيدة وسرقة استجابتها مقبولة وما فيها أخطاء لكن الأنميشن تبع الواجهة نفسيتها أيضا بطيء يعني شوي بتحسد تفتح الواجهة بعدين تطلع التطبيقات يعني هنا نعم يحاولوا يقلدوا سرعة الفتح أو طريقة الفتح بالآيفون إنه تطلع التطبيقات من الواجهة الأمامية لكن في شوية بطء بين أول ما تفتح الشاشة وبين ما تطلع التطبيقات تباطق بسيط جدا يعني إذا قررنا هاي البصمة بسرعة الفتح بشاومي أو حتى بريلمي أو بأوبو وبتلاقي هذوليك السرعات أفضل من هذا الجهاز بفارق بسيط يعني هو ما نوع الفارق جدا كبير لكن في شوية تباطق وبسبب الواجهة وقبل أن ننتقل للمعالج خليل لكم إنه هذا الجهاز في شغلة كتير حلبة واللي هي مستشعر التقارب بالجهاز أغلب الأجهزة صارنا عم نشوفهم بشاومي أو بأجهزة تانية حتى سامسونج صار عم يسترخصوا وما يحطوا مستشعر التقارب بالجهاز هون الجهاز فيه مستشعر التقارب نظامي بيشتغل وبيفتح وبيقفل بكل سلاسة وبدون أي أخطاء وبدون أي مشاكل أنا اختبرته بعدة وضعيات المستشعر الشغال ومية بالمية وموجود ضمن الجهاز وخير ننتقل نحكي عن المعالج طبعا معالج الجهاز بيجي من ميديا تيك هيليو جي 88 بمعمالية 12 نانومتر ومعجل سومي مالي جي 52 هذا المعالج جيد سريع أداء وحلو بالجيمينج أيضا مقبول بيفتح 40 فريم يعني من ناحية فريمات الألعاب بيفتح فريمات أكثر من سناب دراجون 680 لكن من ناحية السلاسة والاستخدام فهذا المعالج على هذا الجهاز مع ثاني السلاسة القوية اللي حسيتها بالسناب دراجون 680 مع العلم بالنسبة لنقاط الانتوتو هذا الجهاز حقق معي مما يقارب الـ 254 ألف نقطة فإيضا نقاط الانتوتو تعتبر جيدة فيه لكن بنهاية هو معالج بالفئة الاقتصادية ويعتبر هو من أفضل المعالجات فيه نقول بالفئة الاقتصادية وازلت لنا نحكي عن الكاميرات فهذا الجهاز بيجي بثلت كاميرات أساسية بتيجي 50 ميجا مستشعر من سامسونج من نوع جي ان وان الكاميرا الثانية بتيجي 2 ميجا للعزل والأخيرة بتيجي بدقة 0.3 ميجا مساعدة لكاميرا للعزل يعني فيك تعتبرها غير موجودة أصلا هاي الكاميرا طبعا الجهاز بيصور 2K 30 فريم بالثانية خلينا نشوف تصوير الفيديو سبا مساء الخير أصدقائي متابعين قناة طال اللي هاي بالنسبة للتصوير جهاز بوفا 3 الجهاز بيصور لحد 2K 30 فريم بالثانية هاي بالنسبة للوان التصوير انا ماشي على الخفيف يعني على هكي وقفت يعني شايفونا جيد مقبول هاي بالنسبة للتصوير الفيديو بالنسبة للصوير العادية فالجهاز صورته مقبولة جيدة يعني مستشعر 50 ميجا هاي كاميرته هاي قدرته يعني ما رح يعطيك صور أفضل من هيك معالجة تكنو مانا من أفضل المعالجات للأسف أو خوارزميات التصوير يعني حاليا خوارزمية شاومي أو خوارزمية سامسونج أكيد أفضل من هاي الخوارزمية من ناحية معالجة الصورة من ناحية سحب الألوان من ناحية الدايناميك رينج يعني إن أخذت صورة مثلا على شجرة مقابلها شمس فعتم كتير الصورة هاي الجهاز للأسف لو كانت بريدمي أو كانت بسامسونج كان عملها معالجة أفضل من هيك وما بالنسبة للتصوير بالوضع الليلي فالجهاز صوره مقبولة بالوضع الليلي وجيدة ما نها سيئة يعني المعالجة بهذا السنسور كمان كانت حلوة بالوضع الليلي ومعالجة تكنو حسيتها مرات بالليل أحسن من بنهار فيعني الصور مقبولة إجمالا على هاد الجهاز بهاي الفئة السعرية وصحيح هاد الجهاز ترى بيجي فيه أربعة فلاشات من الخلف فهدو الأربعة فلاشات بفيدوك بالمجال المتوسط يعني مو بالمسافات البعيدة أو الشغلات البعيدة لا بالصور اللي مسافتها متوسطة بعيدة عنك متر مترين فبيعطوك إضاءة جيدة وحلوة استنتي أفضل هالكماية الجهاز هذه الجهاز بيجي بكامير أمامية بدقة 8 ميجا مع فتحة تعدصة 2.0 والحلو فيها هذه الكميرا الأمامية انه بيجي فيها دبل فلاشين الأمام وهذا الفلاش ENanskaمامي ايضا حلو ومفيد جدا بمسافات المتوسطة أذا بتباعد ايداكه بالمناطق المعتمة جدا في leistenديك صور جدق وأيضا إضاءة جيدة إذا كانت المنطقة معتمة جدا فكمان الصور مقبولة جيدة بالنسبة للكاميرا امامية سواء بالوضع الليلي او بالنيت مود وايضا بالصور العادية وبالنهار وحتى العزل ايضا يعتبر مقبول يعني الكاميرات عادية مع هاي الفئة السعورية لانهم جدا ممتازين وايضا ما انهم سيئين وازالتنا نحكي عن تخزين ورام فهذا الجهاز بيجي بسعة تخزين 120 جيجا مع 6 جيجا رام وجميل في انه بيدعم توسيع من الزاكة الداخلية ايضا اما بثنين اما بثلاثة اما 5 جيجا رام فقدر توصل الرام عندك 11 جيجا لكن لا تعتمد جدا يعني على الرام الاضافي خليه تركيزك على الرام الاساسي اللي هو 6 الرام الاضافي ممكن مساعد شي بسيط للرام الاساسي طبعا هذا الجهاز بيجي بسعر 169 دولار ومتوفر عن شركة النيزة عندهم توصيل لكافة انحاء العراق راح ترك لكم رابط الصفحة موجود بسندور وصف وزاتا انه احلى ميزة بهذا الجهاز واللي هي البطارية بطارية هذا الجهاز ضخمة وجبارة بتجي بحجم 7000 ميلي امبير مع سرعة شحن 25 واط للعلم هو الجهاز بيجي معه شاحن 33 واط وفي كتير تقنيين مخربطين بسرعة الشحن وايلي 33 واط لكن هو الجهاز فقط بيجي بسرعة شحن 25 واط فوق 25 واط هاي ما راح تفيد يعني شاحن 33 واط هو جايه مثل اضافة زيادة بالكارتون اما الجهاز هو بيدعم فقط 25 واط وهنا مثل عاملينها دعاية حتى يزودوا او يحسنوا المبيعات عندهم بالنسبة لهذا الجهاز مع العلمة 25 ممانها سيئة والخمسة وعشرين اختلاتة وثلاثين يعني ما هالفرق الكتير كبير بين سرعة الشحن وطبعا هذي الجهاز ترى بيدعمل شحن العكسي يعني فيك تشحم منه جهاز ثاني بسرعة 10 واط يعني فيك تستخدمه كبوربانك وتشحم منه جهاز ثاني وهي ميزة كتير حلوة بالاجهزة اللي تجيب الطايلاتهم 7000 ميلي امبير يعني اذا حدا من اصدقائك نقطع ما عنده شحن او فيك تستخدمه شاحن او بوربانك لجهازك الثاني فايضا يعتبر هذا الشي مميز وجيد وحلو فيه لهذا الجهاز فهي كلها كانت مميزات هذا الجهاز بالنسبة للعيوب بهذا الجهاز فيه وكم عرب بسيطين اولهم انه هذا الجهاز ما بيدعم NFC تانيا انه هذا الجهاز للأسف الشاشة الامامية مع لها اي طبقة حماية هلا موضوع IPS موضوع عادي لانه جهاز فيه مميزات كتيرة ومميزات عديدة صح النتس ضعيف بالشاشة لكن الشاشة ضخمة مستحيل تاخد شاشة اموليد بهيك سعر فهذا الشي مفروغ منه اوكي IPS لكن الشي العيب بهذا الجهاز انه شاشة ضخمة لازم يكون فيه عليها طبقة حماية حتى تحميها لهي الشاشة من الخضوش ومن الكسور فهذا العيب انا اللي ما بتمنيه شوفه بهذا الجهاز كنت بتتمنى تكنولو عامليه طبقة حماية على هذا الجهاز لو كان اغلب 10 دولار لكن بتحميل الجهاز من الخضوش ومن الكسور فهذا كان كل شي عن جهاز تكنو بوفرتري بتمنى اكون استفدتوا من هذا الفيديو بتمنى اكون استمتعتوا فيه ايضا وازعلكم اي اسف سلطة تكتبونا بالتعليقات وبتمنى ما تصدعمونا بنهاية الفيديو بلايك اشتركوا بقناة فعلوا زر الجرس نراكم في فيديو القادم